اشتركوا في القناة 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 بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ له علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الاشي بدي تراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة أساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج الثور طبعا أول شي رح نحكي عن الشمس الشمس اللي موجود ما زالت في بيتك الخامس وهو بيت بيدل على العاطفة على الحب على العلاقات العاطفية على علاقاتك ما بينك وبين الأبناء أو ما بينك وبين الوالدين برضو بيمنحك بعض الحدود والطاقة الإيجابية والاهتمام بمسائلها علاقة بهواية أو بتجميل أو برغبات نزوات والمرح والفرح يعني تقريبا الأجواء بتدعمك من الشمس بقوة هائلة جدا بالفترة هاي حاول أنك تستغلها بشكل إيجابي لأنها دعميتك ومعطيتك طاقة كبيرة إيجابية أما بالنسبة لعطارد عطارد اللي كان موجود في البيت الخامس اللي كان يعطيك أشياء تساعدك يعني تعطيك قدرات تساعدك على المستوى البيت الخامس زي ما ذكرنا في الشمس رح ينتقل لبيت العمل أو لبيت العمل والصحة فعشان هيك اهتماماتك رح تتركز على مشاريع على العمل تطوير عمل عمل جديد تسويق عمل يعني كلها بتصب على أشياء إلها علاقة بالعمل وتطويره وعلاقاته أيضا وبرضو على مسائل إلها علاقة بالصحة أو الاهتمامات بالمجالات الصحية بشكل أوفى وممكن تدخل لشغلات إلها علاقة بالتجميل أما بالنسبة للزهرة الزهرة موجودة في البيت الثالث كانت تساعدك في اتصالاتك وحواراتك وتخليك مط مقنع بشكل كبير الآن هو يبدأ تنتقل على بيتك الرابع اللي له علاقة بالعائلة بالبيت بالعقارات يعني بشكل أوسع على كل شيء له علاقة بالبيت بحل خلاف أو مشكلة عائلية كان صعب أنها تنحل بالفترة الماضية تجدوا حلول لإلها أما بالنسبة للمريخ فالمريخ طبعا في بيتك 12 وبما أنه ببيت المتاعب معناته رح يضغط على مسائل لها علاقة بالسمعة فعشان هيك بتديروا بالكم من أشخاص بتتآمر عليكم بالخفاء أو بتدعي إنها هم أصدقاء لإلكم ولكن هم يكونوا بحفروا لكم عشان يورطوكم بمشاكل بتكوا تنتبهوا من هذول الأعداء وحاولوا ما تدخلوا أماكن فيها عنف أو فيها مشاكل انتبهوا برضو من مسائل تراكم الأعمال أو إن كترهقوا حالكوا كثير في العمل وبرضو اهتموا بالصحة لأنها هاي الفترة بتجيب تقلبات صحية يا إما إلكو يا إما للأحبة أما بالنسبة للجدي طبعا هو البيت التاسع لإلك وبما إنه هو إلو علاقة بالدراسة الجامعية إلو علاقة بالسفر البعيد إلو علاقة بعلاقاتك مع الأجانب مع المغتربين العودة لأرض الوطن أمور إلها علاقة بالقضايا القضائية بالأمور الفكرية بالدراسة بكل هاي الأمور فهو بشكل عقبة لموليد العشرية الثالثة أكثر شيء ولكن في لحظات رح يشكل زوايا إيجابية صحيح الكواكب كلها بتتراجع فممكن تجد بعض الحلول إلها علاقة في هاي المسائل أو ممكن مع تكرار المحاولات واستغلال التوقعات اليومية تحل مسائل إلها علاقة بما ذكرنا بشكل إنه يكون لصالحك يعني يمشي ولكن بصعوبة أما بالنسبة لنبتن نبتن في بيتك 11 بيت الأصدقاء وهو بيخليك تتوهم أو بيجيب لك أفكار أو بيكشف لك بعري لك بعض المدعين بالصداقة أو أنهم يعني بتآمروا عليك بالفترة هاي فعشان هيك بتجيب لك خلافات رغم إنها هي إلها إيجابيات إنها هي بتدعم من علاقاتك بتقارب ما بينك وبين الأصدقاء وبرضو ممكن تعرفك على أصدقاء أو معارف جدد وممكن يتوجه لك كثير من الدعوات لحضور حفلات أو مناسبات أما بالنسبة لأورانوس اللي في بيتك الأول وهو بيعمل تقلبات سريعة على المستوى النفسي عشان هيك فجأة بتلاقي نفسيتك تغيرت أو انضغطت أو تحولت الأمور معك بتتحول هيك فجأة بتصير يعني بتكون مبسوط ومرتاح موقف صغير بيخليك من أنكد الناس وبتنكد على الدنيا كلها وبتسوى مشاكل في كل إيجي طبعا هاي العلاقة بأورانوس بتكو تنتبهوا من هاي التقلبات لأن التقلبات هاي بتأثر عليكم وبتأثر على الأشخاص اللي حواليكم خلينا نروح نشوف توقعات القمر بتحركات وإيش مع هاي التأثرات بدو يأثر عليك خلال هذا الأسبوع طبعا من اليوم الخميس مساء اليوم القمر رح يكون موجود في الحمل يعني بيت متاعبكم ورح يمكث فيه لغاية صباح يوم الأحد فعشان هيك بتطلب منك وهي الفترة عدم المبالغة بجهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم بتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة بالفترة هاي بظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلب مزاجك متعكر أهم شأنك متخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع من صباح يوم الأحد القمر بصير موجود عندكم حتى مساء يوم الثلاثاء ثقتكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة أهم إيش أنك تتشجع ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع مواجهة أو مواجهة واقع كان صعب عليك ممكن تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة بتنتصر على كثير من الاعتبارات من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالجوزاء حتى صباح يوم الجمعة بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تهتم لوضاعك المالية وتخوض تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبراتك أهمش أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد من صباح يوم الجمعة القمر بصير موجود بالسرطان حتى عصر يوم الأحد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والدراسة والاتصالات كونوا أكثر صبر على الطرقات فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو مقابلة عبر عن رأيك ولكن بهدوء دون إثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقش جميع المواضيع بثقة ومهارة الفترة هاي ما رح تهدأ وتيرتك من كثر النشاط والحيوية والطاقة اللي عندك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء